الانتفاضة الأحوازية ضد سياسات النظام الإيراني العنصرية وتفاقم أزمة المياه مستمرة بالرغم من محاولات السلطات في إيران لقمعها من خلال إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والملاحقة وقطع الإنترنت منظمات دولية انتقدت الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المتظاهرين ودعت السلطات الإيرانية لوقف العنف وإنهاء استخدام القوة غير القانونية ضدهم واحترام الحق في الاحتجاج والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين وإنهاء قطع الانترنت أثناء التظاهرات منظمة هيومن رايتس واتش أعربت عن قلقها من ارتفاع عدد القتلى والاعتقالات الجماعية فيما أكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين وتقديم معلومات حقيقية عن الوفايات والسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام القوة القاتلة من قبل الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية في بريطانيا أدانت قتل المتظاهرين في إيران ودعت الحكومة البريطانية وغيرها من حكومات الدول الأوروبية إلى إدانة النظام الإيراني ومحاسبته على حملة القمع المميتة التي يشنها ضد المتظاهرين فيما طالبت بتطبيق العقوبات على قادة النظام ومن بينهم رئيسي أما النظام الإيراني فما زال مستمراً كعادته بعمليات قمع وقتل وإبادة المتظاهرين بدلاً من القيام بما يلزم لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب وتوفير المياه والكهرباء وتبني سياسات جدية لتحسين ظروف المعيشية للمواطنين ليستمر معه إصرار الإيرانيين على مواصلة التظاهرات التي امتدت من الأحواز إلى العديد من المدن والمحافظات الأخرى مرددة الموت للديكتاتور الموت لخامنئي